السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه انا النهاردة جايلكم بحاجة خفيفة كده على قلوبكم انا هعمل معاكم روتين يومي تشوفوا اليوم بتاعي بيمشي ازاي بس ياريت قبل ما نشوف الروتين مع بعض نعمل سبسكرايب ونفعل علامة الجرس وندس لايك عشان يوصل لكم كل جديد من عندي يوميات لورا العصولة وتعالوا نشوفهم مع بعض الروتين اليومي عامل ايه والروتين تحفيزي بقى للستات الشطرة انا سحيتهو بقى الساعة عشر الصبح وقمت طبعا على طول على المطبخ قالت حابة بطاطس عملت البطاطس بطريقة جديدة اللي هي مقرمشات البطاطس واي وصفة النهاردة يا جماعة هنزلهلكم في الروتين هسيبهالكم في صندوق الوصف بجد انا لازم البطاطس دي تتعامل كل يوم جميلة جدا ومقرمشة قوي ودي البطاطس دي طبعا بعملها الاطفالي حاجة كده ياكلوها وتفتح نفسهم وفي نفس الوقت عاملة زي المقرمشات وبعمل انا لنفسي بقى فطاري جبنة سندوشات جبنة بالجرجير جبنة الحدقة الجميلة وبعمل لي كوبات شاي كده تروأ اعصابي عشان استعد لليوم واستعد للتنظيف المهم بعمل اللي هو لسندوشات الجبنة بالجرجير دي حلوة قوي وبخسل كم خياروية كده برضو ناكل خضار عشان الالون الخضار فيه فيتامينز حلو قوي يعني الايام اللي احنا فيها دي وخلص بخلص الفطار بتاعي عشان اقوم استعد للتنظيف بس بقى قبل ما اعمل التنظيف بتاعي لازم برضو ادي لهم حاجة يتسلوا فيها اصلي الظهر كده وبقوم دخل تاني المطبخ اعمل لهم سناكس كده زي الفشار يتسلوا فيه قبل ما شوف الشقة بتاعتي ايه الحاجات اللي عايزة تتنظف وايه اللي عايزة تتنجز بعد كده الفشار ده بعمله على البارد الاول بحط معلقتين زيت واقلب الفشار فيه معلقة ملح بحط نص قباية من الهواضر الفشار واقلبه بعد كده بعلل النار عليه بيبقى حلو قوي بس لازم اول ما يفشر واقوم فتح عليه غطى الحلة عشان يبقى حلو ما يناديش وما يتراش بيبقى حلو قوي وخفيف قوي يعني دي من احسن لسناكس اللي تبقون فيه ده وكمان في فيتامين زي حلو قوي اللي هو زي الزين كده بيبقى حلو قوي كمان للاطفال وبعمل بقى لنفسي حاجة كده خفيفة ماسك بحطه وانا بنظف في نفس الوقت يعني انا مش حطى وشي في بخار او في طبيق او اي حاجة ويبقى حاجة يعني تفيدني وانا عمالة روى كده فبروى من الظهر كده لحد العصر كده بفضل رتب الدنيا وروى الدنيا والماسك ده انا عمليه حلو قوي بالبق دونس انت بينور البشرة بصراحة بيخليها ايش جفة وحلوة بيخليها مجدودة كده وانا بحب المسكات قوي اللي هي بالحاجات الطبيعية ما بحبش اي حاجة كيمواية هتحطها على بشرتي المهم خلاص خلصت تنظيف ودخلت على الغدا طلعت كيس جنباري كده من الفريزر وسبته يفك وبيفك اصلا في نص ساعة بحطه على طول في طبقة في مية وبجهز التدبيلة بتاعته بعملها برضو بغدار والتدبيل وهسيب لكم برضو اللي عايز الوصفة بتاعته هسيبها لكم في صندوق الوصف بحضر وبحط في الخضار وحط في توم وحط في كمون وملح وسكر والجنباري بتاعي بأم تتبله وسايبه حوالي نص ساعة يتتبل بعد كده بأم جهزة طبعا ما دام خلاص فيه اي اكل سيفود لازم بيكون جنبه مجموعة سلطات طحينا بقى بالطماطم مخللة سلطات لازم انا عندي سيفود ده لازم يسد جنبه مجموعة سلطات المهم خلاص انا هسيبه يتتبل بعد كده هقطع السلطات بتاعتها بالمية يتتبل هقطع طماطم المخللة بقطعها حلقات بس لازم الطماطم المخللة بتاعتي بحب بعملها بطماطم النشفة مش بحب اللي هي الطرية وعندي الطحينة بعملها بالزبادي الطحينة دي والدتي اللي عاملها حلوة قوي اللي هي الطحينة الحمرة من السمسم السمسم المتحمص حلوة قوي هبقى نزللكو برضو طريقتها وعندي الزبادي بقوم حطى الطحينة بالتدبيلة والتدبيلة اللي انا حطها دي انا التدبيلة بستخدم نفس التدبيلة اللي بستخدمها في الجنبري عشان تبقى اواخد طعم نفس التدبيلة والطماطم المخللة نفس الكلام بالتدبيلة الجنبري دي باخد بعين منها جزء احطه على الطماطم المخللة بتاعتي وعين جزء احطه على الطحينة بتاعتي بتبقى طعمها روعة جميلة قوي وبحطها بقى بقى معاملة برضو صص الصلطة بتاعي حلوة قوي برضو وعملة بصص اللي هو حاطة فيه كامون وحاطة فيه شعارة فلفل سود وملح وسكر وخل ولمون ومعلاقة زدرة او معلاقة زيت زاتون بس وبقطع الصلطة بتاعتي بتبقى مليانة خضار وحلوة قوي وانا بقول لكم يعني انا مش هتحك عليكم مش هقول لكم وصص طبق الصلطة ده اساسي يعني كل يوم لا انا فيه اكلات معينة اللي هو زي السيفوت ده اكلة الاسماك الجنبار الهاجات دي بحب يكل معه صلطات وساعات ما بحبش يكل معه روز الواحد بيغير ويأكل بعيش او ايا حاجة فالسلطات دي لازم ايه بتسد معاها وبقوم حطة الجنبار على النار طبعا وخلاص استوى وخلاص احنا عدينا فترة العصرية دي فترة الغداء قلنا نعمل حاجة خفيفة كده اللي هي تحلية انا جد في بالي فكرة نزقت بقى من التحلية العادية اا قلت اعمل بالشوكولاتة بس اا قلت بقى اغير من البنكيك بتاعي قلت اعمل ايه جبت حوالي تلات معالق من السميد دي السميد وتلات معالق من اا دي الابيض وهي معالقة سكر ومعلقة جوز هند وربع معالقة بيكنج بودر وربع معالقة فانيليا وذرة ملح وبقلبهم بعد كده بحط بضاية اا صغيرة من الهاية البيضة البلدي الصغيرة وافضل اقلب 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 جامد بعد كده بحط طاصة على النار ولازم تقدح جامد عليها نقطة زيت وبعمل البنكيك بقى بينفش يعني اما بحط السميد فيه اا بيدي هشاشان وطعم حلو او جوز الهند وطعمه روعة بعد كده اا اللي بيحب ياكله بمربع هياكله واللي بيحب ياكله بالشوكولات بس انا بحب اكله بالشوكولات بصراحة بيبقى طعمه حلو قوي وكتغير حاجة كده تتاكله بقطع معها فاكهة اا عندي موز بقى عندي تفاح عندي فراولة اا عندي خوخ ساعات بس لقوا بعمله زي الكمبوت كده وبقطعه شرايح بيبقى طعمه روعة بعمله طبقات وبقطعه كده زي الكيكة بالزبط بحط البنكيك مدام كله مقاس واحد بصه هشش ازاي وجميل اا بعمله طبقات وحط بين طبقه وطبقه مربع او بطبقه طبقه وشكولاته وحشيها فاكهة وقطعه بالزبط زي الكيكة بتتعمل زي الترطة طمام صراحة بتبقى روعة وحاجة خفيفة وما بتاخدش اا في العميل بصراحة خمس دقايق حلوة او سهلة اقوي الواحد بقى عشان يطرع على قلبه بقى من حتة الاكل السيفود ده بيحب الحاجات مشروبات الساقة برضو عملت مشروب سائع بس غيرت بقى عملت الصبية بس انا الصبية دي بعملها بيور من البيت بعملها من جوز الهند اللي عندي في البيت بس جينا خلاص بقى عدنا فترة المغرب واللي عاشها دي قلنا انا عمل عشوة كده خفيفة وسريعة عملت العشوة دي حلوة قوي بالخضار برضو وانا يوم ما بعمل السجوء عاملة عشوة سجوء حلوة قوي اا يوم ما بعمل السجوء انا من نوع اللي بقى سلوقه بخليه نزل الزفارة اللي في كلها وبعينه مسلوق في التلاجة يعني طبق نصف كيلو مسلا بسلوقه خليه نزل الزفارة كلها اللي فيه كل حاجة بعد كده بصفيه وبعينه في التلاجة وباخد منه جزء جزء بعمل بيعشها قطعت كمية خضار حلوة اا اا بصل طماطم آآ فلفل لو يسعين فلفل الوان برضو هيدي جميل وبيدي الخضار الكتير بيدي فيترامينز حلوة اصلا وعندي السجوء ده انا بقولتلكم انا بسلوقه بعينه اا قطعت برضو شرايح سغيره انا عشان كمان انا عاملة حضارة كتير عشان ينتر معي او اصلا خلص احنا اكلنا كويس في الغدا فالعاشا بقى يبقى خفيف يعني من نصد كيلو ده بيقضيني مسلا تلات اربع مرات كده انا باخد من السجوء الكيس ده بسلوقه بعد كده بعينه برضو في كيس وبقطع ويعني قضيني مسلا تلات مرات اربع مرات حلو وهو بيبقى عشان خفيف يعني اا وجبة زي دي هتعمل لي اربع ساندويتشيات كل اا اربع ساندويتشيات او خمس ساندويتشيات من الرغيف الكبير اللي هو بجنيه ونص ده فحلوة قوي اا بحطهم كلهم على النار طبعا اا وبحطهم معهم حتة اا لية اا وهو يعني لكم برضو الوصفة بالكامل عشان انا مش عارف اقرحالكو كلها دلوقتي عشان الفيديو برضو مش كبير قوي اا هنهالكو في صندوق الوصف اا وهجيب جبن انا بحب العشوة تبقى حلوة كده اا ميكس جبن بقى اللي عندي كلها شيدر رومي بتاع بعد هما تاخد تسوية مع الخضار والسجوء والخضار يشربهم من بعد كده بياخدوا التشويحة تمام بنزل بميكس الجبن ده وكل ده على نار عالية بعد كده بسيبه بقلبهم تقليبة صغيرة خالص وبعد كده بغطي عليه عشان اا ادي راحة للجبن ان هي تسيح براحتها وبتبقى روعة بجد بقى مجايبها يشوفينه رهيب بس اهم حاجة لا يشوفينه يبقى طازة حلوة قوي وعلى فكرة بديل السجوء لو مش هايزينه على السجوء ممكن تحطوا اا 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 اللي هو السوسيس اللي هو عندكو شاورمة عندكو اا فراخ بقايا الفراخ بتاعتلي غدا الطريقة دي بتبقى روعة بقايا لحمة مسلوقة بتقاطة واشرة بتعملوا نفس اللي عم بعملوا في السجوء بتعملوا نفس العمير رهيبة بتتعملوا سندوشية طحفة وبجد كده خلاص نهاية اليوم بنصلي اللي عيشها بقى ونستعد للنوم وياريت لقول الروتين ده عجبكو متنسوش تضغط على متسابسكرايب اللي ما فعلش الجرس يفعلو ودوس لايك ومع الف سلامة واشوفكم ب الف خير مع الروتين جديد مع يوميات لارة راسولة مع الف سلامة